تعد الرخصة الذهبية إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى استقطاب المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية حيث تم إطلاقها بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة نعم الرخصة الذهبية للمشاريع تفتح مزيدا من الشركات الجديدة وتخلق فرصا وعيدة للمواطنين وتسهم في رفض مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي استكمالا لمسيرة المملكة نحو الرؤية الاقتصادية 2030 جاءت مبادرة إطلاق الرخصة الذهبية للشركات الاستثمارية والاستراتيجية خير داعم لسمعة المملكة المشجعة للاستثمار وبما تنفرد به كبيئة قاطبة ووجهة ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وتهدف البحرين إلى تنمية القطاعات الواعدة خصوصا القطاعات غير النفطية منها وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ويسجل مشروع الرخصة الذهبية إضافة نوعية إلى سلسلة المشاريع والبرامج الهدفة التي طرحتها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كميزة تسهل على الشركات والمؤسسات الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة ومن التسهيلات المقدمة لها الرخصة الذهبية تعزز من ازدهار المملكة وخطوة في الطريق الصحيح كونها تمنح للمؤسسات والشركات التي تساهم في توليد خمسمائة وظيفة محلية تسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن أو تعمل على جذب رؤوس الأموال بما لا يقل استثمار الشركات عن خمسين مليون دولار أمريكي خلال السنوات الأولى من عملها في المملكة هذه المبادرة عنصر جذب جاء في التوقيت الصحيح مع ما وصلت إليه المملكة من مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات المتعددة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي وهو ما يعزز من تنافسية المملكة على خارطة العالم لما تقدمه من تسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر